أعزائي طلاب الصف الثاني عشر العلمي أسعد الله أوقاتكم جميعا نلتقيكم اليوم في درس جديد من مادة العلوم الحياتية وهو درس من الجين إلى البروتين حيث يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن تتتبع مراحل اكتشاف الشفرة الوراثية وأن توضح المقصود بالمصطلحات الآتية الكودون والكودون المضاد وأيضا يمكنك أن تميز بين الحموض النووية الـ DNA والـ RNA ويمكنك أيضا التمييز بين أنواع الـ RNA المختلفة الـ RNA والـ RNA والـ RNA طبعا عزيزي الطالب كما هو معلوم لديك سابقا أن الـ DNA يتكون من أربعة قواعد مختلفة وهي الأدينين والثايمين واليجوانين والسايتوسين حيث يوجد عدد أنواع من الحموض الأمينية وهو عشرون نوعا من الحموض الأمينية وكان التساؤل السابق كيف يمكن ربط هذه الأنواع من القواعد النيتروجينية الأربعة بوجود عشرين نوع من الحموض الأمينية تم الإجابة عن هذا السؤال من خلال العالم قامو والذي وضع مفهوم الكودون حيث كان الكودون كالتالي بالنسبة للعالم قامو وهو وجود ترتيب ثلاثي على جزيء الأم RNA فيما يعرف بالكودون والذي يشفر حمضا أمينيا في سلسلة عديد البيبتيب وقام العالم نيرنبرغ ومساعدوه أيضا بمعرفة حموض أمينية محددة تشفر من قبل كودونات محددة وما تبعهم من العلماء تمكنوا من معرفة جميع الحموض الأمينية والتي تشفر من جميع الكودونات وهذا ما نلاحظه في الجدول التالي والذي يعبر عن الشفرة الورثية الموجودة في الأمار هذا الجدول أعزائي الطلبة عبارة عن ثلاثة حروف والتي تمثل الكودون لنلاحظ مع بعض إذن الحرف الأول اليو والحرف الثاني يو والحرف الثالث يو هذا الكودون يو 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 ينتج حمض الفنيل الألانين يشفر حمض الفنيل الألانين وأيضا كودون آخر اليو يو سي أيضا يشفر نفس الحمض وهو الفنيل الألانين إذن ماذا نلاحظ قد يشفر الحمض الأميني الواحد من أكثر من كودون لذلك يوجد لدينا الآن في هذا الجدول أربعة وستون كودون منها ثلاث كودونات تسمى توقف وهي اليو اي اي واليو اي جي واليو جي اي وهذه الكودونات لا تشفر حمضا أمينيا لا تشفر حمضا أمينيا لذلك ماذا نستنتج أن واحد وستون كودون تشفر عشرين حمض أمين وثلاث كودونات تسمى التوقف لا تشفر حمضا أمينيا وأيضا نلاحظ وجود كودون يسمى البدء حيث يكون رمز اي يو جي يكون اي يو جي وينتج الحمض الأميني مثيونين وهذا كودون واحد يشفر حمض أميني واحد كما هو أيضا إلى التربتوفان أيضا يشفر من كودون واحد فقط اللي هو يو جي جي لذلك أعزائي الطلبة هذا الجدول تعاملنا معه بهذه الطريقة لنلاحظ أيضا أن مثلا مثلا البرولين هو حمض أميني واحد يشفر من أربعة كودونات مختلفة تختلف هذه الكودونات في ترتيب ونوع القواعد النيتروجينية المشكلة لهذا الكودون أعزائي الطلبة لذلك عملية بناء البروتين هي تحويل تسلسل معين من أنيوك ليوتي دات على جزيء الدياني إلى لغة يمكن قراءتها بواسطة الريبوسوم لبناء سلسلة عديد الببتين فالمرحلة الأولى من هذه العملية من عملية بناء البروتين هي عملية النسخ حيث يتم نسخ الدياني لأنواع مختلفة من الاراني والتي هي اماراني تياراني اراراني بواسطة أنزيمات بلمرة الاراني وهذا الشكل يبين لنا تدفق المعلومات الوراثية من الدياني حتى الوصول إلى البروتين في عملية بناء البروتين نلاحظ التالي أن الدياني يحتوي على مجموعة من الجينات وفي هذا الشكل يوجد الجين واحد والجين اثنين والجين ثلاث يتم نسخ سلسلة الدياني والتي تسمى قالب النسخ قالب النسخ حيث تبدأ من الطرف ثلاث وتنتهي في الطرف خمسة لذلك هذا قالب النسخ يتم نسخه بواسطة أنزيمات بلمرة الاراني لإنتاج سلسلة ام آراني والتي تكون بشكل متمم لقالب النسخ بشكل متمم لقالب النسخ حيث يكون بداية هذه السلسلة الطرف خمسة ونهاية هذه السلسلة الطرف ثلاث ونلاحظ التالي أن القاعدة النيتروجينية اي يتممها القاعدة النيتروجينية يو على شريط الأم آراني والقاعدة النيتروجينية سي يتممها القاعدة النيتروجينية جي وهكذا وهكذا حسب حسب ما تلاحظون في هذا الشريط المفرد الآن كل ثلاث قواعد نيتروجينية على شريط الأم آراني كما تعلمنا مسبقا تسمى كودون تسمى كودونا وهذا الكودون هو مسؤول عن تشفير حنض أميني واحد في هذا المثال الذي أمامنا نلاحظ أن الكودون يو جي جي يشفر الحمض الأميني تريبتوفان في سلسلة عديد الببتيد المكونة للبروتين وهذه العملية ماذا تسمى؟ تسمى الترجمة وسنأتي إليها إن شاء الله بالتفصيل في لقاءات أخرى أما اليو يو يو هو كودون آخر فيشفر الحمض الأميني فينيل الألنين كما تلاحظون وأيضا الكودون جي جي سي يشفر الحمض الأميني غلايسين والكودون يو سي اي يشفر الحمض الأميني سيرين وإذا أردنا أن نتحدث عن سلسلة الأماراني ماذا سنقول؟ أنها سلسلة أو شريط مفرد من القواعد النيتروجينية وهي مسؤولة عن تشفير الأحمض الأمينية في عملية بناء البروتين في سلسلة عديد الببتيد وتتكون من ثلاثيات من القواعد النيتروجينية تسمى كودونات تبدأ بالطرف خمسة وتنتهي بالطرف ثلاث وهكذا أيضا نلاحظ النوع الآخر من الRNA والذي يسمى RNA الناقل TRNA وأيضا هذا الجزء من TRNA هو عبارة عن شريط مفرد من القواعد النيتروجينية المتكون من أربع حلقات كما تلاحظون أي الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، والحلقة الرابعة حيث يوجد الكودون المضاد والذي هو متمم للكودون الموجود على الـ mRNA على الحلقة الثانية، موجود على الحلقة الثانية هنا في هذا الشكل هو الكودون المضاد A-A-G ويبدأ بالطرف ثلاث وينتهي بالطرف خمسة وهذا الجدوى العزيزي الطالب يلخص الفروق ما بين أنواع الـ RNA من حيث الشكل والتركيب والوظيفة حيث نلاحظ أن الـ RNA هو شكله كروي ويوجد في الريبوسوم من الناحية التركبية وله أيضا ناحية وظيفية في الريبوسوم حيث يعمل على ربط الحموض الأمينية بروابط بابتدية في عملية الترجمة أما جزيء الـ RNA عزيزي الطالب فهو عبارة عن سلسلة من القواعد النايتروجينية المتكونة على شكل أربع حلقات حيث تمثل الحلقة الثانية الكودون المضاد ويقوم بوظيفة نقل الحموب الأمينية من السايتوسول إلى الريبوسوم في عملية الترجمة أما الـ mRNA فهو شريط مفرد من القواعد النايتروجينية ومن حيث التركيب فإنه يتركب من مجموعة من الكودونات وهذه الكودونات وظيفتها تشفير الأحماض الأمينية في سلسلة عديد البيبتيد ومن هنا عزيزي الطالب نستطيع أن نحل مجموعة من الأمثلة والمسائل على موضوع الجين إلى البروتين في هذا التطبيق أمامنا نلاحظ التالي لديك سلسلة DNA الافتراضية الآتية والتي تشكل شفرة لبناء البروتين نسميها قالب النسخ قالب النسخ لذلك هذا قالب النسخ الذي سيتم من خلاله إنتاج حسب الأسئلة الواردة تسلسل النيوكليوتيدات على شريط الDNA المقابل لنجرب معا عزيزي الطالب دائما القاعدة النيتروجينية A مقابلها قاعدة النيتروجينية T وهكذا A T T A C G C G G C A T T A T C G G C A T A T T C G أما السؤال الثاني فهو تسلسل النيوكليوتيدات على الأمار NA فتكون الإجابة بشكل متمم لقالب النسخ بشكل متمم لقالب النسخ لذلك إجابة السؤال الثنين كالتالي من قالب النسخ نأخذ قالب النسخ بشكل متمم وبالتالي A U A U T A C G C G G C A U T A A U G C C G G C A U A U C G وكل ثلاثية على الأمار NA تسمى كودونا تسمى كودونا إذن هذه الثلاثيات عبارة عن كودونا لذلك السؤال الثالث تكون إجابته كالتالي الترنة الترنة وهو متمم للكودونات الموجودة على الأمار NA ونسميها الكودونات المضادة لذلك U A U A U A A U G C G C C G U A U A U A C G G C C G U A U A U A G C وهذه الثلاثيات أيضا تسمى كودونات مضادة كل ثلاث قواعد نيتروجينيعة ترنة تسمى كودونات مضادة وهكذا وهكذا عزيزي الطالب الآن لديك المهمة التعليمية والتي يجب عليك أن تقوم بها قارن بين أنواع الحموض النووية من نوع RNA في جدول من حيث التركيب والوظيفة هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني إذا عطيت السلسلة الآتية من الأمار NA والتي أمامك التالي A U C G C G U A A المطلوب أن تكتب تسلسل النيوكليوتيتات على شريط الDNA وتسلسل النيوكليوتيتات على شريط الDNA المقابل وأيضا تسلسل النيوكليوتيتات على الTRNA عزيزي الطالب هكذا ننهي هذا اللقاء نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر من درس الجين إلى البروتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر